شهد رئيس عبدالفتاح سيسي افتتاح محطة قطارات سعيد مصر بشتيل الجديدة بمحافظة الجيزة وتخصص محطة بشتيل الجديدة تخصص لركاب خطوط الصعيد والمناشي وتهدف لتخفيف الزحام بمحطة قطارات رمسيس كما شهد السيد الرئيس افتتاح عدد من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قطاع النقل شملت خط سكك حديد الفردان بئر العبد وسكك حديد كفر داود السادات لربط مدينة السادات بمحافظة المنوفية ومشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكك حديد بني سويف أسيوت بطول 250 كم كما شهد السيد الرئيس افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمتر أنفاق القاهرة وتتكون من 15 محطة كما تخدم مناطق إمبابا ومحور رود الفرج والمهندسين وجامعة القاهرة كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مشروع محور بديل خزان أسوان ومحور الزقازيق السمبلوين الحر ومشروع كبري مزلقان أبو حمص العلوي بمحافظة البحيرة